تلاحظون أن المعطيات كلها تصب في مجرى واحد ما عرضته لكم من المطالب في الحلقة الماضية وما عرضته الآن بين أيديكم وما سأعرضه في هذه الحلقة وإذا بقيت معلومات مهمة لإتمام الموضوع سأعرضها في الحلقة القادمة أنا والوقت سأحاول أن أختصر المطالب هناك معلومات في هذه الكتب طويت كشحاً عنها لأنني أرى الوقت يجري سريعاً وأريد أن أضع بين أيديكم المطالب المهمة في أقل وقت في أقل عدد من الحلقات لأجل أن تنتفعوا منها فالمعلومات إذا ما كثرت وتوسعت يصعب عليكم أن تتابعوها وأن تجمعوها في أذهانكم لذا أحاول الإجازة والاختصارة بقدر ما أستطيع وصل إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة وكان معبئاً بثقافة شافعية معتزلية جاء بها من خراسان حتى حينما وصل إلى بغداد التحق بالأجواء الشافعية والمعتزلية وفي الوقت نفسه تعرف على الشيخ المفيد وكان الشيخ المفيد آنذاك في أوج مرجعيته وزعامته والنظام السياسي في بغداد كان نظاماً لكن السلطة الفعلية بيد البويهيين والبويهيون شيعة على ما يبدو بحسب القرائن التاريخية لأن بعض المؤرخين يذهب إلى أن البويهيين ما هم من الشيعة الاثني عشرية هم من الشيعة ولكن من مجموعات أخرى نحن لا نملك دليلاً على ذلك كل القرائن تشير إلى أنهم من الشيعة الاثني عشرية أنا لا أريد أن أناقش وضع البويهيين هنا بالنتيجة فإن البويهيين وفروا جواً سياسياً وأمنياً للشيعة كان مريحاً ومريحاً جداً ارتبط الطوسي بالمفيد وكان ذلك في سنة أربعمية وثمانية للهجرة لما وصل إلى بغداد قادماً من خراسان والمفيد في أوائل شهر رمضان سنة أربعمية وثلاثة عش للهجرة توفي في بغداد وطويت صفحة مرجعيته وانتقلت المرجعية إلى تلميذه السيد المرتضى إنه علي ابن الحسين الموسوي الذي يعرف بالسيد المرتضى ويعرف بالشريف المرتضى وبالمناسبة هذا اللقب الشريف في زمن العباسيين كلقب الرفيق في زمن البعثيين فالأشراف هم الرفاق الشريف المرتضى هذا لقب سياسي حكومي في ثقافة أهل البيت الهاشميون لا يلقبون لا بلقب السادة ولا بلقب الأشراف لقب سادة جاءنا متأخرا لم يكن لم يكن هذا الاستعمال شائعا ومنتشرا بشكل واضح في الوسط الشيعي أحاديث أهل البيت واضحة لا توجد فيها هذه الأوصاف ولا توجد فيها هذه الألقاب للهاشميين على الإطلاق فالأشراف عنوان عباسي سياسي على أي حال يقال له الشريف المرتضى السيد المرتضى ولقبه العباسيون أيضا بعلم الهدى الطوسي لو لا السيد المرتضى لما صار شيئا يذكر إنني لا أتحدث عن القدرة العلمية للشيخ الطوسي إذا أردنا أن نقارن بين كتبي الشيخ الطوسي والسيد المرتضى الذي يبدو أن الشيخ الطوسي أكثر ذكاء وأكثر نبوغا من سيد المرتضى فأنا لا أتحدث عن الجهة العلمية إنما أتحدث عن الجهة الاجتماعية عن الجهة السياسية عن الجهة الحكومية الطوسي صار شيخا للطائفة ومرجعا للشيعة بعد المرتضى ليس بسبب علمه أبدا يضحكون عليكم مثل ما في زماننا يضحكون علينا من أن المرجع يكون مرجعا لشيعة بسبب علمه وورائه وحق الزهراء البتولي هذا كذب كل المراجع الذين صاروا مراجعا لشيعة هناك أسباب أخرى جعلت منهم مراجعا لشيعة لا علاقة لها لا بالعلم ولا بالدين ولا بالورع ولا بالزهد ولا بأي شيء من هذا الكلام أنا لا أريد الحديثة عن هذه المسألة الآن تحدثت عنها في كثير من البرامج يمكنكم أن تجدوا تلك البرامج على الشبكة العنكبوتية سأحدثكم شيئا ما عن أجواء مرجعية السيد المرتضى إنها مرجعية حكومية بابتياس فالمرتضى كان من خدام السلطة العباسية بامتياس كان خادما من خدامهم بامتياس كذلك أخوه الشريف الرضي ولا يضحكون عليكم من أن الشريف الرضي عنده بعض الأبيات يظهر منها من أنه كان معترضا على العباسيين هذه حالاتهم طارئة العباسيون سياسيون من الطراز الأول والعباسيون أكثر دهاء من الأمويين أضعاف مضاعف الأمويون مع دهائهم لكنهم يكونون ضعافا جدا أمام العباسيين في دهائهم وحيلتهم الدولة العباسية دولة مخابراتية منذ أول لحظة فيها لأنهم في زمن العمل السري كانوا يعملون بأساليب المخابرات السرية بدهاء غريب وحيلة عجيبة العباسيون العباسيون أكثر دهاء من الأمويين الأمويون كانوا رجالا في إدارة الدولة والبلاد فكانوا يحسنون إدارة البلاد أفضل من العباسيين العباسيون ما كانوا يحسنون إدارة البلاد لكنهم كانوا أكثر دهاء وأكثر إجراما من الأمويين على أي حال سأذكر لكم بعض الصور من الزمن العباسي التي ترتبط بحديث عن الشيخ الطوس العباسيون يبدو أنهم أرادوا أن يكرر التجربة المسيحية فيما يسمى بالمجمع المسكوني الأول المجمع المسكوني الأول والذي عقد في النصف الأول من القرن الرابع الميلادي الذي يعرف بمجمع نيقيا وهو الذي يعبر عن في اصطلاحات الثقافة المسيحية بالمجمع المسكوني الأول قطعا هذا الكلام ليس موجودا في كتب التأريخ وإنما أستنتجه استنتاجا لأن الخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين كانوا يقرؤون التأريخ وكانوا ينتفعون من التجارب السابقة المسيحيون في بدايات القرن الرابع الميلادي حدث فيما بينهم فيما بين رجال الدين حدث اختلاف كبير وتشعبوا وتشققوا خصوصا فيما يرتبط بألوهية المسيح فهناك جمع من رجال دينهم أخذوا يبلغون وينشرون بين المسيحيين من أن المسيح ما هو بأزلي هو كائن مخلوق وطبيعته تختلف عن الطبيعة الإلهية إلى بقية التفاصيل التي كانوا يتحدثون عنها وفي الجانب الآخر هناك من يقول خلاف ذلك اختلف المسيحيون تعددت الفراق وحدثت المشاكل والاصطدامات فيما بينهم من هنا تدخل الإمبراطور الروماني قسطنطين قسطنطين الأول ودعا إلى مؤتمر عام للمسيحيين هذا الذي سمي بالمجمع المسكوني الأول المسكوني يعني العالمي لكل المسيحيين في العالم نسبة إلى الأرض المسكونة المجمع المسكوني الأول واختاروا الأناجيل الأربعة قبل هذا التأريخ كان عدد الأناجيل عند المسيحيين كثيرا وكثيرا جدا فتم اختيار هذه الأناجيل وتم اختيار قواعد العقيدة وتم الاتفاق على عقيدة الأقانيم الثلاثة وكل هذا كتب في مسودات اعتمدت دينا عند المسيحيين إلى يومنا هذا بقية الفرق زالت فإن دولة ما اعترفت بها اعترافا رسمية العباسيون بسبب كثرة المذاهب وكثرة الفرق عند الشيعة عند العلويين حتى عند العباسيين أنفسهم وعند أبناء السقيفة الذين كانوا يوصفون بأبناء الجمهور بأبناء الجماعة فأرادوا أن ينظموا واقع دولتهم من هنا الحكومة العباسية وعلى رأسها الخليفة العباسي اتخذوا قرارا من أن المذهب الذي يدفع للدولة للدولة رسوما مالية هم قرروها وقدروها سيعترف به رسميا من قبل الدولة العباسية وستكون الدولة العباسية الحكومة العباسية مسؤولة عن شؤونه وعوقافه وحمايته هذه المذاهب الأربعة أصحابها أصحابها كبراؤها وراؤها هم الذين بادروا ودفعوا تلك الأموال الضريبة كانت باهضة جدا بحسب الأخبار كانت بالملايين فأرقامها تحسب بآلاف الألف إنها بالملايين من الدنانير من الدراهم لم تضبط الأرقام بالدقة ولكن من خلال المعطيات المتوفرة الضريبة التي فرضت من قبل الحكومة على المذاهب وعلى الفرق التي تريد أن تسجل نفسها بشكل رسمي عند الحكومة كي تعترف الحكومة بها بشكل رسمي وشرعي المذاهب المذاهب الأربع الشيعة ما دفعوا والعباسيون طالبوهم لو أنهم دفعوا لأعترف بمذهبهم ولتجنبوا الكثير من المشاكل هذا كان في أيام مرجعية المرتضى وهناك من الأخبار التي تقول من أن الخليفة العباسية تساهل مع الشيعة ومع المرتضى بسبب علاقته الشخصية بالمرتضى مع العلم أن السيد المرتضى كان يملك أموالا طائلة 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 إلا أنه كان بخيلا كان بخيلا هذه أكاذيب من أنه جاء بنصف المال وطالب الشيعة بالنصف الآخر ومن أن الشيعة ما دفعوا النصف الآخر هذا غريب غريب أن المرجع يصدر أمرا لشيعة وهم لا يدفعون هذا غريب جدا لا يصدق هل تعلمون أن المرتضى كان يسمى بالثمانين لماذا يسمى بالثمانين أحد الأسباب كان يمتلك ثمانين قرية هذه القرى بحقولها ومزارعها وبساتينها كانت تمتد على جانبي الفرات في منطقة الفرات الأوسط أكثر منطقة الفرات الأوسط كانت ملكا للمرتضى من الذي ملكه ذلك الذي ملكه ذلك الحكومة العباسية الحكومة العباسية هي التي ملكته مع الشيعة وما يقدمون له أتعلمون ما هي وظيفة المرتضى عند الحكومة العباسية أولا كان نقيب الطالبيين سأحدثكم عن نقابة الطالبيين نقيب الطالبيين بمثابة وزير بمنزلة وزير كان نقيب الطالبيين كان أمير الحاج في كل سنة كان يذهب إلى مكة من قبل الخليفة العباسي كي يكون أميرا على الحاج فهو يأخذ راتبا لأنه نقيب الطالبيين ويأخذ راتبا لأنه أمير الحاج وأمير الحاج له سلطة حتى في زمن غير الحاج بمثابة وزارة الأوقاف هذه وزارة ثانية الوظيفة الثالثة كان قاضي القضاة عينه العباسيون كان قاضي القضاة الوظيفة الرابعة كان متوليا لديوان المظالم إنها وزارة العدل كل هذه الوظائف كان المرتضى مسؤولا عنها وكان يستلم لأجلها الأموال الطائلة من الحكومة العباسية هذه المعاني لا يحدثونكم بها تسمعون فقط الشريف المرتضى الشريف يعني الرفيق الحكومة العباسية كانت تتبنى الثقافة المعتزلية العباسيون من بعد المتوكل العباسي بدأوا يتبنون الثقافة المعتزلية وبقيت الثقافة المعتزلية مهيمنة على الحكومة العباسية إلى آخر يوم حينما دخل هولاكو إلى بغداد رئيس الوزراء من هو؟ مؤيد الدين ابن العلقم إنه علم من أعلام المعتزلة فرئيس الوزراء الوزير الأول عند الخليفة العباسي في اليوم الذي دخل فيه هولاكو إلى بغداد هو مؤيد الدين ابن العلقم كان معتزليا ومن أعلام المعتزلة المعروفين الحكومة العباسية مثل ما قلت لكم من بعد المتوكل العباسي أخذت تتجه اتجاها واضحا إلى الفكر المعتزلي إلى أن تبنى الخلفاء العباسيون المتأخرون الفكرة المعتزلية بالتمام والكمال والد السيد المرتضى وهو الحسين ابن موسى الحسين ابن موسى ابن محمد ابن موسى ابن إبراهيم إنه إبراهيم المجاب فالحسين والد السيد المرتضى كان نقيبا للطالبيين وكان مقربا جدا من السلطة العباسية فشيء طبيعي أن الثقافة الاعتزالية ستكون موجودة في أجواء هذه الأسرة فربها هو موظف عند العباسيين في زمن العباسيين هناك نقابتان نقابة العباسيين ونقابة الطالبيين لا أعتقد أنكم سمعتم عن نقابة العباسيين هذه صنعوها للضحك بها على الطالبيين فالعباسيون لا يحتاجون إلى نقابة ولذا ليس مشهورا حتى في كتب التأريخ ليس مشهورا الحديث عن نقابة للعباسيين فعلا هناك نقابة للعباسيين وهناك نقابة للطالبيين الحكومة العباسية أسست نقابة الطالبيين لماذا؟ كي يتخلصوا من ثورات الطالبيين واعتراضاتهم فجعلوا لهم وزارة خاصة بهم كي يكون الاختلاف فيما بينهم على هذه الوزارة قلت لكم من أن العباسيين في الدهاء لا مثيل لهم وفعلا نجحوا في خطتهم هذه فهم أسسوا نقابة للعباسيين والعباسيين لا يحتاجونها لذلك ليس لها من ذكر واضح في التأريخ كي يخدعوا الطالبيين من أنهم قد أسسوا نقابة للعباسيين ويريدون أن يؤسسوا نقابة للطالبيين لنظم أمرهم وللتأكد من أنسابهم إلى بقية التفاصيل والأمور التي أوكلت إلى هؤلاء النقابة من نقابة العباسيين ومن نقابة الطالبيين فوالد السيد المرتضى كان نقيبا للطالبيين توفي والد السيد المرتضى فنقلوا نقابة الطالبيين لمن للشريف الرضي الشريف الرضي هو محمد ابن الحسين وهو أصغر من المرتضى وتوفي يدون الخمسين متى صار الشريف الرضي وهو محمد ابن الحسين المحسوي متى صار نقيبا للطالبيين كان ذلك سنة أربعمية وثلاثة وكما يذكر في كتب التأريخ هو أول طالبي يخلع عليه بالسوات يعني تقدم الدولة العباسية له الثياب السوداء الرسمية التي كان يلبسها الخلفاء والمسؤولون والوزراء فهو أول طالبيين وأول الشيعيين يلبس لباس العباسيين الأسود ويعتم بعمامتهم هذه العمامة التي يلبسها الآن مراجع الشيعاء معمم الشيعاء يلبسون العمامة العباسية التي أول طالبي لبسها هو الشريف الرضي سنة أربعمية وثلاث للهجرة حينما نصبوه نقيبا للطالبيين مع الوظائف الأخرى التي عينوه فيها فخلعوا عليه لباس السوات فارتدى لباس العباسيين وارتدى عمامتهم لكنه لم يستمر طويلا توفي في سنة أربعمية أو ستة للهجرة يعني قبل قدوم الطوسي بسنتين متى قدم الطوسي إلى بغداد قدم الطوسي إلى بغداد سنة أربعمية وثمانية للهجرة الشريف الرضي توفي سنة أربعمية وستة متى نصبوه نقيبا للطالبيين ولقب بالشريف الرضي صار رفيقا من رفاق الحكومة العباسية كان ذلك في سنة أربعمية وثلاثة وخلعوا عليه السواد ولبس ثيابهم ولبس عمامتهم فلما توفي في سنة أربعمية وستة الشيخ المفيد لا زال موجودا لأنه توفي في سنة أربعمية وثلاثة عشر انتقلت نقابة الطالبيين إلى أخيه الذي هو السيد المرتضى وبقي نقيبا للطالبيين وتضاف إليه المسؤوليات الأخرى حتى مماته سنة أربعمية وستة وثلاثين للهجرة وصار مرجعا للشيعة قطعا بتأييد الحكومة العباسية فهو وزير عندهم بعد وفاة المفيد سنة أربعمية وثلاثة للهجرة فالمرتضى نشأ في عائلة حكومية تشبعت بشكل وبآخر بالثقافة المعتزلية ودرس عند المعتزلة إذا أردنا أن ندرس حيات السيد المرتضى فإن أساتذته كانوا من المعتزلة لو كان الحديث عن المرتضى وأساتذته لأتيتكم بالكتب والوثائق والمعلومات لكن الحديث عن الشيخ الطوسي حتى الشيخ المفيد كان متأثرا بالفكر الاعتزالي لكن يبدو أنه في سنواته الأخيرة بدأ ينسحب من الواقع السيء الذي كان عليه من هنا امتدحه إمام زماننا صلوات الله عليه في الرسائل التي وصلت إليه من الناحية المقدسة على أي حال فصار المرتضى نقيبا للطالبيين وعينوه أميرا للحاج وجعلوه قاضي قضاة وجعلوه متوليا لديوان المظالم فجمع أموالا طائلة يذكرون في كتب التأريخ من أن نهر الفرات في هذه المنطقة في زماننا ما بين الديوانية والحلة إلى الكوفة في هذه المنطقة في منطقة الفرات الأوسط كل المزارع والبساتين على جانبي الفرات كانت ملكا له فكانت الزوارق والسفن الصغيرة التي تحمل المسافرين والزوارة في نهر الفرات يتساقط عليهم من ثمار هذه البسات يتساقط عليهم حينما ينزلون للاستراحة على شواطئ نهر الفرات في سفرهم في طريق عودتهم فيقولون من أن المرتضى أجاز لهم أن يأكلوا ما يأكل مما يتساقط من الثمار والفواكه من أشجار بساتينه وحقوله ومزارعه فلاحظوا المساحات الواسعة من الأراضي والمزارع التي كان يمتلكها علم الهدى من الذي سمى بعلم الهدى هذه الحادثة سأقرأها عليكم ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر